عايز اخدك ليه جزئية تانية مهمة تخص انت راجل لعبت في اوروبا كتير والنوضة دي مش عارف افتحها غير معاك انت تحديدها كابتن هاني اوروبا من زمان عندها قصة المراهنات دي طول الوقت وانا كنت بتكلم هنا من كام يوم ان دي حاجة ممكن تدمر منظومة كورة في مصر عشان بدأت المراهنات تبقى موجودة وبدأت لعيبة كورة تطلع تقولك انه في زمان لنا بياخدوا مقابل وممكن يفوت مباراة تحديدا في الدرجات اللي تحت الممتاز تعمل ازاي معه في مصر عشان هو بقى جديد علينا انه الابليكيشنز دي بقت موجودة بصة كريم اي مشكلة عندك لو مفيش رولز او مفيش قرارات واضحة وصريحة بعقوبات واضحة وصريحة بتتنفذ يبقى ان انت على الله سلام يعني يبقى انت عندك مشكلة في كل حاجة تتحط الناس توعد وتحط والله اللي حصل كذا يبقى العقوبة كذا حصل كذا يبقى العقوبة كذا وتتنفذ اللي بيعمل ده انت عارف قرية دي هيحصل لك ايه ان شاء الله تتشتب تشتب اتنين تعلاتة لعيبة وخلاص والدنيا تقفل ولا تسيب الدنيا هيفكر الف مرة هيفكر مليون مرة نادي عمل كده يعمل زي في ايطاليا هبق انزل يوبينتوس نزل درجة تانية بالزبط ما عندناش مشكلة اقبر نادي في ايطاليا بالزبط فهي العملية كلها انك بتحط قوانين واضحة لان برضو كلمة واضحة ده لازم تكون موجودة واضحة يعني ما فيهاش اصل دي يقصد بها كذا اصل الكلمة دي يقصد بها كذا ايوة قوانين ده لازم تكون واضحة ومعروفة واللي يعمل كذا عارف الخطأ فيتنفذ في ساعتها فكل اللي بتنكلم عليه المشاكل اللي بتحصل دي كلها انه اه في قوانين بس ساعات مش واضحة اوي بتتاخد بكذا حتة وفيه ناس ما بتعرفهاش كمان وناس مش عارفاها وناس بتعملها وما فيش عقوبة وناس تانية تتعمل لا عليك انت عربك انت فالامور طالما الامور يعني ماشية بهذا السيستم وهذا النظام مستحيل هتقدر تعمل حاجة او هتبقى عندك دايما مشاكل بتظهر دايما مشاكل بتظهر فانت لازم يكون الموضوع سيف طالما حاطة قوانين وحاطة تعقوبات تتنفذ على الكبير وعلى الصغيرين